صباح الخير اليوم الأحد عشرين أب أغسطس 2023 كيف رح تكون أبراجنا لليوم على زمة الفلك والحسابات الفلكية الأمر لساته موجود ببرج الميزان من المبارح بس اليوم ما بيعمل ولا تواصل فلكي مع أي كوكب يعني خلوه مسار وهذا الشي ممكن يفرض نوع من الكسل أو التراخي عن جميع الأبراج نبدأ مع الحمل اللي لازم يكون اليوم أكتر حذراً باختياراته أنه يطلب النصيحة والمشورة قبل ما يأخذ أي قرار بالعموم يا برج الحمل هذا النهار جيد ومناسب للتواصل مع الأصدقاء والحلفاء وكمان لحتى تسمع شوي آراء وتسمع بعض المعلومات الهمة برج الثور توقع اليوم بعض الانشغالات والضغوط بس هي ما لازم تكون عائق قدامك هي لازم تكون حافز لإلك لحتى تنطلق نحو آفاق جديدة وتسعة من أول وجديد لتحل مشاكل لكن كل الأحوال أجواء هذا النهار مانا سيئة بس هي شوي الضغوط بالعمل برج الجوزاء اليوم ممكن تكون عم تحكي كتير أو عم تناقش بالكتير من الملفات القديمة أو الأمور الماضية عم تطرح نفس الأسئلة مراراً وتكراراً لحتى توصل لإجابة شافية يومك جيد بالعموم بس يمكن ما تقدر تحقق إنجاز كتير مهم بهذا الوقت برج السرطان مراوحة المكان وتمسكك بالماضي يمكن هو سبب تعرضك للمزيد من الضغوط والتراجع خلال هذا الوقت اليوم حاول أنك تقلب الصفحة وتبلش جزء جديد من حياتك وما كتير ترجع للماضي برج الأسد هالفترة مناسبة لحتى تعيد حساباتك وتعدل شوي بجدوى الأعمالك ويمكن كمان ترتب أولوياتك من أول وجديد بعد شوي عن التحدي والمنافسة حتى لو حسيت إنه أجواء هالنهار جيدة وإنك أنت مرتاح أكتر بس يمكن ما تكسب خلال أي تحدي بتخوضه خلال هذا الوقت برج العفراء اعتمد استراتيجية جديدة بالعمل وبعلاقاتك المهنية وخليك حكيم أكتر وخليك هادئ أكتر بالتعامل مع الآخرين وما كتير تناقش بتفاصيل يمكن ما أنا مهمة خلال هذا الوقت يومك جيد بس أنت اليوم مركز أكتر على الشغل وعلى تحقيق الأرباح برج الميزان لساته الأمر عندك بس اليوم عامل خلو ومسار مشان هيك لازم ما كتير تدور على المشكلة أو على الخلافات وتبعد عن كل شيء ممكن يكون سبب لجفاء مع الأشخاص يلي عم تتعامل معهم أو يلي عم تشوفهم خلال هذا النهار يومك جيد بالعموم بس ما نوم مناسب لحتى تطلع بأي قرار مصيري برج العقرب يومك مناسب لحتى تصحح لكتير من الأخطاء بحياتك العائلية والمهنية المعنويات بتبلش تتحسن تدريجيا وبتشعر بأنك قادر أنك توصل لحلول سريعة من بعد فترة من الفشل يلي مريت فيه برج القوس بتتوجه اهتماماتك بهالفترة لمسائل عائلية يمكن ومهنية أو أي شيء كمان متعلق بحياتك الشخصية مشان هيك بهاي الفترة عموما أنت مشغول وبحاجة لهدوء أكبر بحياتك اليوم رح تقدر تحقق بعض من التوازن والاعتدال وبتتجنب المبالغة بالتعبير عن رغباتك وتموحاتك برج الجدي عم تميل اليوم للحسم الفوري وعم تفضله على أي مناورات أو تأجيلات متعبة هلأ بعد شوي عن الانفعال والمبالغة بهذا الموضوع وكمان بعد عن المناقشات العقيمية اللي ما بتوصلك لأي نتائج حقيقية برج الداله أنت بحاجة للمزيد من الصراحة بحياتك هلأ اليوم جيد هذا النهار عموما بالنسبة لإلك والأصدقاء اللي عم تشوفهم والناس اللي عم تقابلهم كمان عم بيكونوا بطاقة إيجابية تجاهك بس أنت كمان بحاجة للمزيد من الوضوح بحياتك وخاصة على الصعيد العاطفي برج الحوت بعض التراجع المعنوي ويمكن كمان بعض التراجع الصحي ممكن تتأثر فيه خلال هذا النهار خاصة إذا كنت مهمل لنفسك بهذه الفترة حاول أنك تلتزم معايير السلامة وبعد شوي عن المجازفات والأعمال اللي بتطلب مجهود كبير مولود اليوم هو شخص بيتمتع بنشاط فكر كبير حدا ذكي ومتمرد بيحاول يلاقي الحلول دائما بنفسه من دون ما يعتمد على حدا على الرغم أنه حدا بيمتلك دائرة معارف وأصدقاء كبير كتير ترجمة نانسي قنقر